عليّا لنسلاة الصلاة في ريوتكم الصلاة في ريوتكم احتواط من وباء كورونا عندما حل هذا الوباء في الدنيا وأخذنا الاحتراز من ذكى الوباء ومن عدوته أصدرت مؤسسة شئون الدينية في محافظة الرقة تعميم على كافة المساجد في المدينة والريف تتوقف صلاة الجمعة والجماعة في كافة المساجد وعلى المؤذنين عندما يصل بعد الشهادتين أو بعد الأذان أن يقول الصلاة في ريحالكم أو الصلاة في بيوتكم والتنبيه آخر يحذرون الناس من هذا الوباء الخطير الذي لا يعلم الصغير ولا الكبير ولا يعلم إنسان في الدنيا يأتي هذا الوباء على كل إنسان في هذه الدنيا فيجب علينا كأرباب شعائر دينية أن نحذر الناس ونوعي الناس عندما حل هذا الوباء في الدنيا لا يعلم الكبير ولا الصغير علينا أن نحذر الناس وأن تتوقف الجمعة والجماعة في كافة المساجد في المحافظة وفي الريف وكل من يخالف هذه التعليمات سوف يعرض نفسه إلى المساءلة سمعنا بالمساجد أن الصلاة متوقفة حاليا بسبب فيروس كورونا لصاب البلد عامة يعني الدول كافة فمن يوم النفسي خلاص أنه سمعنا هذا النداء بدنا نتوقف عنا الصلاة في المساجد فصرنا نصلي في البيت جماعة أحيانا أنا وأهلي لنفسي أنا الحالي الصلاة لازم تكون في بيوتنا وانتهى الأمر يعني واحد حتى لازم يحمي نفسه يحمي أهله أولا إذا حميت نفسي أنا كذلك الأمر رح أحمي أهلي رح أحمي المجتمع اللي حوالي اشتركوا في القناة